شكرا يا دكتور احمد. شرفت بمعرفتك جدا. عملت لك فول. انشاء الله تعالى. الله يكرمك. لو احتاجت اي حاجة انا موجود تحت امرك يعني. بص اللي هو انا مسلا ممكن ما ممكن ما اكلش خالص طول تليوم انت فاهم? لحد اما خلاص بيبدأ ايجي لي هبوط. انت فاهم? واللي هو بقى بابدأ ايكل عشان خاطر ان انا جالي هبوط. يعني مسدودة طول تليوم. طب بتاخد اي ادوية معينة حاليا مسلا ادوية رويدات مضادات للزهان مضادات هستامين مضادات للاكتئاب تاخد كورتزون اي ادوية. لا انا كده على طول. لا انا كده على طول ان كنت تعبان او مش تعبان هو اللي انا حردت فيها على طول اللي انا بكون عايز اكل بس نفسي مسدودة مش جامعة ان انا اكل. طب انا هتكلم في البداية عن اسباب انا هتكلمك دلوقتي عن اسباب فقدان الشهية وبعد كده هنتكلم عن اه علاج تمام? تمام. طبعا فقدان الشهية ممكن يكون بسبب ان احنا عندنا ديدان في الامعاء فلا بد ان احنا نعمل تحليل تبراز لعينة صباحية علشان نتأكد هل عندنا ديدان ولا مش ديدان لان ديدان سبب رئيسي في اه فقدان الشهية وسبب رئيسي في النحافة وفقد الوزن. فدي رقم واحد. اه. دي كده رقم واحد. الحاجة التانية ممكن ممكن يكون عندنا بعض الامراض العضوية او الامراض النفسية. امراض النفسية والارهاق الشديد لفترات طويلة. اه الارهاق الشديد والآآ لفترات طويلة ممكن برضو يبقى سبب فيه فقدان الشهية عندنا. فلابد ان احنا نراجع هل عندنا ضغط نفسي? حال حد ضغط عندنا في الشغل? حد ضغط عندنا في الدراسة? هل عندنا ضغط امتحانات? كل ضغطات النفسية مكتب بسبب في فقدان الشهية ايضا عندنا. فلابد ان احنا نراجع للحالة النفسية بتاعتنا. اي شخص بيعاني من المشاكل في الجهاز الهضمي زي الالتهابات وبياخد ادوية معينة برضو مكتب بسبب في فقدان الشهية. مرض السكري اه امراض المزمينة بعض الامراض المزمينة ممكن تبقى سبب في فقدان الشهية. اه اه السكري اه السكري ومرضة الغدى الدرقية اه برضو ممكن تسبب فقدان الشهية عندنا. هناك عوامل بيولوجية نسبة من خمسين لسبعين في المية من من الناس اللي بتاعاني من فقدان الشهية بيرجع السبب لامور اه جينية وافرازات للغدى الدرقية. يعني بموضوع يكون وراسي مسلا من العيلة او كده. ممكن تبقى زي ما احنا قلنا عوامل نفسية. ممكن تبقى عوامل بيئية. اه مسلا ان بعض البنات مش ليك يعني. بكلم بشكل عام دلوقتي. يعني بيهسل لو في حد بيسمعها. ممكن مسلا بعض البنات نفسها تبقى زي النجمة الفلانية. فهي نحيفة جدا. فتبقى حريصة ان هي تترسم نفسها قوي قوي. فطبعا ده برضو اه فما تكلش الفترات طويلة او حاجات زي كده. وكنتيجة ان احنا بناكلش الفترات طويلة الفترات طويلة. اه بيبقى عندنا فقدان شهية طبيعي كده كنتيجة القلة الاكل بمرور الوقت. يحدث عندنا مسلا ليكن. اه اه ممكن نقولي طب ايه بقى ايه الطرق اللي احنا ممكن نعملها عشان نتخلص من فقدان الشهية. اول حاجة عشان نتخلص من فقدان الشهية لازم نواظب على التمارين الرياضية سواء في المنزل او في الجيم. لو في البيت تعمل لك شوية حاجات جدا ضنبلات كامل اي حاجة لان الرياضة هي افضل فاتح شهية طبيعي الرياضة. لو لو اللي عملت رياضة بشكل قوي جدا هتيجي جعان وهتاكل غاز بنعان. لكن ما بتمارسش رياضة فتلقائيا ما فيش تعب فمش هتاكل. تاهم? فنقدر نقول الرياضة افضل اه يعني نقدر نعالج الرياضة نقدر نعالج فقدان الشهية اول حاجة الرياضة. تاني حاجة ممكن نستمتع بالوجبات المختلفة بالوجبات بالوجبات المختلفة. يعني مش كل يوم هنأكل نفس الاكل. مش كل يوم هنأكل نفس الحاجات. ان احنا مسلا وليكن اه يعني نخلي اه تناول الطعام شيء ممتع. يعني نجرب حاجات جديدة. اه النهاردة النهاردة سمعنا على اكلة فلانية احنا النهاردة هنجرب ناكل الاكلة الفلانية. هنعم يبقى يبقى في لزة كده في الموضوع. لان طول ما فيش لزة في موضوع الاكل تلقائيا مش هتاكل. فاهم? فاحنا نحاول قدر الامكان ان احنا نشوف حاجات جديدة يعني اه ممكن برضو احنا بناكل نشاء ممكن مسلا اه مناكلش الواحدين. هنحاول قدر الامكان ان احنا نكون بناكل مع ناس بنحبها. اه كمل. اه 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 يعني مسلا وليكن اما انا باكل اشوف حد مسلا وليكن انا بحبه اكون اقعد مع ناس انا بحبها. تمام ولا يهمك يا حبيب انا بس انا اتمنى اتمنى ان انا بس الكلام يكون مفيد بحس ان انت برضو هتاخده في عند الاعتبار بحس ان انت تستفيد منه. يعني انا اهب من ان انت تتغير بعد هذا الكلام ان شاء الله تعالى او يكون نظرتك للموضوع بشكل مختلف. بشكل مختلف يعني. اه خلينا اكمل معك انا بس مع صدى صوت دلوقتي. مش عارف للسبب. لا انا ما عندي الصدى صوت. انا حتى مش هتتهمدي فريق. اه تمام يعني ممكن المشكلة تبقى من عندي. دلوقتي ما فيش صدى صوت تمام. كده كويس. طب خلينا انا هقول لك انا دلوقتي هكمل لك. احنا اقولنا دلوقتي محتاجين ان احنا مسلا نشوف الناس اللي بنحبها ونقعد معاها ونقل معاها. علشان هيفتحوا نفسينا على الاكل. لكن الناس الغجر اللي اللي عاملين انا قلق نفسه وضغط نفسه ما عودش ناكل معاهم لان دي غالبا يعني ضغط النفس في حد ذاته مش هيخلينا مش هيجيب لنا نفسي للاكل فهام? فتقعد مع الناس اللي بتحبها وتبعد عن الناس اللي بتكرهها ويعني ده مهم جدا نقطة بسيطة جدا لكن مهمة جدا. ان انا اعود في بيئة مهيئة ما عودش مع ناس غجر او ناس شؤم بدون طاقة سلبية تبقى دافعة قوي جدا لخلونا ان احنا ما ناكلش. فنقعد مع الناس اللي احنا بنحبها وانحنا بنأكل بحس ان احنا نفتح نفسينا عن الاكل. برضو عايزين حاول قدر الامكاني ان احنا نجبر نفسينا على بعض الحاجات. يعني مسلا انت مسلا بتقول انا باكل واجبة واحدة في اليوم عشان بتعبان. خلي الوجبة ديت هي نفسها نفسها لنفس الوجبة. لكن اسمها على تلات واجبات وسبت التلات مواعيد بتوعنا. يعني مسلا واجبة الفطار تبقى الساعة تمانية. كل يوم الساعة تمانية هاكل حتة صغيرة من الوجبة. ما انا مسلا باجي بالليل باجيب بيتزايا كبيرة كده او. وارروح وكيلها مسلا. لا يا عمحات البيتزايا اللي انت بتاكلها دي. واسمها اربع قطع. وكل مسلا وليكن خمس ساعات اوه. وكل مسلا ما تجوع تاكل الحتة الصغيرة دي. اما انت بتاكل حتة صغيرة زي ما انا بقول لك كده. ديت اصلا هتحفزك ان انت بعد شوية كده هتجوع فتاكل تاني. فاحنا عايزين كل ثلاث ساعات يبقى فيه مسلا وليكن حاجة بتخش حتى تبقى حاجة بسيطة. لكن مشكلتنا ان احنا ببناكل بناكل بافترة. بناكل مرة واحدة وانخلص كل مرة واحدة. فالنقطة دي برضو خلي بالك منها اوي. ان انت كل وجبات صغيرة اوي. علشان تحفزك ان انت بعد ثلاث ساعات تجوع فتاكل وجبة تانية. لكن انت بتروح مالي مرة واحدة او انا بروح مالي مرة واحدة فتلقيا يعني بفيه صعوبة ان انا مسلا وليكن ان انا اكمل في موضوع ان انا مسلا ااخد واجبات تانية. فالنقطة دي برضو مهمة جدا. خلي مسلا وليكن بدل ما احنا قلنا فيه وجبة كبيرة بناكلها لا الوجبة ديت هنقسمها على ثلاث مرات في اليوم بموعيد ثابتة. آآ عايزك بعد الوجبة الاول انه واجبة الغدناها بعد تلات ساعات اشرب لاك كوباة عصير منجا تين اشرب حاجات اه تزودك في الوزن. يعني مسلا المنجا والتين والحاجات دي مسلا ما تاكلهاش كسمر ادفكها. اشرب هك عصائية. المنجا مسلا اشرب لك عصير منجا. اشرب عصير افوكاد. اشرب عصاير كل تلات يعني. البرتقان برضو حلو. اشرب عصائي. اشرب عصاير. بس يفضل المنجة لان المنجة شوية المنجة شوية هتساعدك اللي انت تزيد في الوازن. فدي نقطة مهمة. اه طبعا ابعد عن الاكل اللي في مسلا السلطات والحاجات دي ما تبدأش الوجبة بيها. المية ما تبدأش الوجبة بيها. خلي السلطة وشرب المية دايما في اخر الوجبة. يعني السلطة ما تبدأش بيها. الفكهة ما تبدأش بيه. دايما خلي الوجبة. اه. دي برضو مهم. طب اقول لك على اسم فاتح للشاهية ويبقى دا هدية بتاعت يليك. يعني بس كمل معايا بس قبل ما يفصل. واقول لك اسم فاتح الشاهية قوي جدا هيخلي تفتح شاهية على اكل كويس جدا برضو. بحيث ان انك تبدأ خدت النصايح وخدت اه وخدت برضو العلاج اللي انت هتجيبه مسايدة لي. باك يا راعب. اه ماشي يا تلاقي. اه بقى يا دكتور احمد اسم فاتح الشاهية قوي للكبار مسلا. طبعا في ادوية كتير جدا بتساعد في عملية فاتح الشاهية بشكل كبير. لكن الحاجة الاساسية اللي بتسبب لنا فقدان في الشاهية وفقدان حسة الشم والتزوق يعني حسة الشم بتاعتنا والتزوق بتاعنا مش يكون موجود ما بحس زي ما انت بتقول كده من شوية انا ما بحسش بتعمل الاكل اصلا. انا باكل عشان اعايش. صح كده? بتقول انا باكل عشان اعايش عشان صح كده? ولا انا? سمعني? انا صح. طب افضل حاجة افضل حاجة تفتح لنا افضل حاجة لفقدان الشاهية وفقدان حسة الشم والتزوق الزنك. تجيب مكمل الزنك من الصيدلية. سمعني? هتروح الصيدلية وتقول انا عايز مكمل الزنك. مكمل الزنك. هتجيب مكمل الزنك? ها? هتجيب مكمل الزنك ده هيفتح. مكمل الزنك? هم الزنك اه. هو ده اعلاج يعني اسمه الزنك? اه زنك زنك. اه. عنصر الزنك. لا استنى اجيب قلة مكتبة بقى عشان ما نستطيع. اه. انا هقول لك. انا هقول لك. هقول لك. هقول لك على مجموعة حاجات كلها مع بعضها. ماشي بحيس ان انت هقول لك كل الحاجات وانا هقول لك مثلا جيب حاجة او حاجتين او تلاتة منهم يعني. قلت بقى مكمل ايه? الزنك. الزنك? اه. ده واحد. تمام. اه تاني حاجة بنقول فيتامين به واحد. فيتامين به واحد ده برضو نقصه بيقدل خسارة الوزن بشكل ملحوظ. فيتامين به واحد. اكتب. هلا يا سوسكا. فيتامين به واحد? هم. ده كل دول اجيبهم ولا انا اخذ حاجة منهم بس واحدة. هقول لك كل الحاجات وبعدين هفهمك هتعمل. تمام. فيتامين زنك واحد? لا اه الزنك ده خلصناه ما دخلش الامور في بعضها. اه. الزنك ده لوحده. فيتامين به واحد ده كابسولات لوحدها. هم. فيتامين به واحد. 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 اه. فيتامين به واحد برضو بيسبب فقدان للشهية و بيسبب نقص في الوزن. ما ناخد فيتامين واحد هيساعدنا ان احنا نزيد في الوزن. بعد كده نقص. مكملات البروتين ومسحوق البروتين بيساعد في فتح الشهية وبناء عضلات مثلا. فممكن تجيب اي حاجة فيها الوي بروتين. بس ما تجيبهاش من الجيم. تجيبها من الصيدالية. يعني اقول له ايه في الصيدالية. وي. وي. اقول له انا عايز وي بروتين. وي بروتين. وي بروتين. اخر حاجة الاميجا سري. اخر حاجة اكتب اوميجا اوميجا سري. اوميجا سري. ام. بص يا عم انا هكتب لك انا روشيتة وخليك تاخد اسكريم من البتاع. تمام. نص. احضر عالي. باك. تعاله عقروبي. تركز معاني. تركز معاني. تمام. اول حاجة. اول حاجة. احنا محتاجين الاوميجا سري. اهو. اول حاجة الاوميجا سري. اهو. اول حاجة الاوميجا سري. ثانية واحد. شيل ادك رفع ايدك فوق ثانية. لا خليك. مش دلوقتي هكتب لك كله. هكتب لك كله وبعدين ايه. ايه. احسيبك. ماشي? اول حاجة الاوميجا سري كابسول. تانية حاجة. فيتامين به واحد. خلصونا يا عالمي. كابسول. نورني يا اخويا. ثالث حاجة بناخد اه الزنك. رابح حاجة. اه يبقى انا قلنا الزنك وبيتامين به واحد والاوميجا سري. ده. الوي بروتين برضه. لا خد. خد ثانية بص على الاسكرين وارجع. خليك معي خليك معي. اعمل تكرار اعمل تكرار. ما. تمر. اقتاني بقى اخدت الاسكرين هيا. احطك. رجع سنقى? نزلوا طاحتنا طاحت. عيش. تمام. يوبoudi شافي الادوية دي شاف او ميجا سري ده? لو انت خد texture هيساعدك ان انت زيت في الوزن. لو خدت لو انت خدت مثلا وليا قم changed به واحد برضو هيساعدنا ان احنا اه الشهية بتاعتنا تتفتح على الاكل وهنزيد في الوزن. لو خلنا الزنك برضو نفس الفكرة. انت ممكن تجيب تلات اصناف بس. جيب تلات اصناف منهم واستعملهم مع بعض. يعني اه لو انت مشيت عليهم بشكل حرفي فقدان الشهية بيروح. اه يعني يعني من ضمن الحاجات. ما لم يكن هناك خلل مرضي. احنا واتفقنا ان احنا ما عندناش امراض هي اللي مسابقنا. بس يعني. طب انا بقى اجيب كل ده. كل اللي انت اللي انا خفت سكرين ده اجيبه واخده كله. اجيب اي تلات اصناف موجودين عنده. تلات اصناف فقط. اللي موجود عنده والارخص ليه? من الحاجات اللي انت قلت تجيب تلات اصناف منه. ام. تلات اصناف كوي يعني. هيخليك بانسان تاني. هو الاوميجا والزنك واللي هو الفيتامين ب. ماشي. اجيب التلاتة. فيتامين ب واحد. تمام? بيتامين بيه واحد اي. لان فيه اه بيتامين بيه دي فيه واحد واتنين وتلاتة وخمسة وستة واتناشر والسيامين والفوليك اسر والبنتو ثونيك اسر دي كلها انواع لبيتامين بيه. فانت بقول لك واحد يبقى تركز بكلمة واحد. تمام? تمام انا كنت بتاع واحد وخطاس كريم. تمام ربنا يا فظل. ربنا يا سيدك عندك. دولي حاجات. اه دي حاجات هتخليك. دي اه هتفتح شهيتك وبرضو اه وهتساعدنا برضو ان احنا نزيد في الوازن. شكرا يا دكتور احمد شرفت بمعرفتك جدا. انا عملت لك فول. الله. ان شاء الله تعالى. الله يكرمك. لو احتاجت اي حاجة انا موجود تحت امرك يعني. تسلم. الله يخليك ماشي. اه استأذنك انا. تمام اوكي. الله يحفظ. يومك سعيد حياتك كلها سعادة. يلا السلام عليكم.